كشفت مؤسسة فن للفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات عن برنامج فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الشارق السنمائي الدولي للأطفال والشباب خلال مؤتمر صحفي والذي عقد في زيرو سيكس مول وينطلق من الثالث عشر إلى الثامن عشر من أكتوبر المقبل في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات تحت شعار أفلام مستوحى من كتب استكمالا لمسيرة الإبداع السينمائي ببصمة عربية تعكس هويتنا وثقافتنا وقيمنا أعلنت مؤسسة فن للفن الإعلامي للأطفال والناشئة عن تفاصيل الدورة السابعة من مهرجان الشارق السينمائي الدولي للأطفال والشباب الذي تنظمه سنويا ويشكل اختيار المهرجان لشعار أفلام مستوحى من كتب احتفاء باختيار إمارة الشارقة العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019 إضافة فئة الشباب للمهرجان فيكون عندنا طبعا أفلام مخصصة للشباب ورش عمل مخصصة أيضا للشباب الحند لله السنة اتضاعفت الأفلام عندنا من تقريبا 500 فيلم العام الماضي من المشاركات إلى 1400 فيلم فهذه ثلاث أضعاف فهذا طبعا إنجاز كبير للمهرجان تستعرض فن خلال المؤتمر الصحفي أبرز سمات الدورة الجديدة من المهرجان بالإضافة إلى أعلان مواعيد وأماكن عارض الأفلام المشاركة وفئاتها وأبرز الضيوف المشاركين والرعاة وأعضاء لجنة التحكيم المشرفة على اختيار الأعمال المرشحة للفوز بجوائز المهرجان يهمنا أن تنجح مثل هذه المهرجانات أن ينجح هذا المهرجان بالخصوص لما له من أهداف سامية صراحة لذلك ارتعينا أن تستمر مثل هذه الشراكة بالإضافة لكون وجود مدينة شارق الإعلام تنظم دورات خصوصية طوال العام خصوصا في الإجازات الدراسية للأطفال تغطية بعض المجالات مهرجان الشارق السينمائي تتوسع أهدافه وتأخذ أبعادا جديدة لتبقى السينما أداة فعالة لتسليط الضوء على قصص وحكايات هادفة في موضوعها ورسالتها لتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والشباب جاء المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل الدورة السابعة من مهرجان الشارق السينمائي الدولي للأطفال والشباب لإخبار الدار لم يألمزمي من الشارقة ترجمة نانسي قنقر